أهلاً ومرحباً بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم كوشكي الصحافة والذي نطالع فيه أهم وأبرز ما قالته المواقع الأخبارية اليمنية والصحافة العربية الصادرة لهذا اليوم والبداية من المواقع الالكترونية وتحديداً من موقع يمن مونيتور والذي جاء في عنوينه رايتسويتش تتهم الحوثيين وجماعات أخرى بارتكاب انتهاكات خلال الهدنة اتهمت هيومون رايتسويتش الحقوقية جماعة الحوثي وجماعات أخرى لم تسميها بارتكاب انتهاكات عديدة وقالت في بيان إن جماعة أنصار الله وجماعات مسلحة أخرى من الجانبين ارتكبت انتهاكات عديدة أثناء عملياتها البرية رغم إعلان وقف إطلاق النار في العاشر من إبريل الماضي استمر القتال في شتى أنحاء اليمن ودعت رايتسويتش المشاركين في محادثات السلام اليمنية بالكويت لمساندة التحقيقات الدولية ومساعي العدالة الانتقالية وتعويض الضحايا باعتبارهم العناصر الأساسية لأي اتفاق يبرم وأضاف البيان أن النزاع المسلح في اليمن اتسم بانتهاكات عديدة لقوانين الحرب من قبل جميع الأطراف بما في ذلك التحالف العربي المكون من تسع دول بقيادة السعودية وهي انتهاكات لم يتم التحقيق فيها ولم تؤدي لأي انصاف لضحايا الهجمات غير القانونية وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المهم أن تتطرق محادثات السلام في اليمن لفضائع الماضي بقدر تناولها ترتيبات المستقبل السياسية ويجب وضع آلية للتحقيق في الانتهاكات وملاحقة الجناه ومساعدة الضحايا إلى موقع المصدر أونلاين والذي عنون في ما يحدث في تعز وقال معارك في تعز هي الأعنف منذ بدء الهدنة وقال الموقع نقلا عن مصادر ميدانية إن مواجهات هي الأعنف اندلعت ليلة الماضية بين قوات الجيش الوطني وميليشي الحوثي وصالح في ريف وأحياء مدينة تعز ووفقا للمصادر فإن الاشتباكات شملت مناطق الخلل الأقروض جنوب شرق المدينة وفي منطقة الشقب شرق جبل صبر كما كثفت الميليشيا القصف المدفعي على قرى المخفع وبلعان بمدرية المسراخ وفي ذات الموضوع ولكن في جبهة أخرى حيث تكثفت الميليشيا حيث كثفت الميليشيا من خروقاتها للهدنة وعنون الموقع مأرب الحوثيون يقصفون معسكر كوفل في صرواح بصواريخ الكاتوشة قال مصدر عسكري في مأرب إن ميليشيا الحوثي وصالح قصفت معسكر كوفل بصواريخ الكاتوشة وأضاف في حديث هاتفي لمراسل المصدر أولاين إن الحوثيين قصفوا معسكر كوفل الواقع في صرواح غرب محافظة مأرب بعدد من صواريخ الكاتوشة واعتبره ضمن مسلسل خروقات الحوثيين للهدنة منذ يومها الأول عن رؤية الحوثيين للحل السياسي تحت هذا العنوان كتب نصر طاها مصطفى مقالا قال فيه يطلب كثير من الأطراف المؤثرة في المجتمع الدولي دوما من الحكومة اليمنية ووفدها المفاوض الصبر والتحمل وأحيانا بعض التنازلات الإجرائية المحدودة انطلاقا كما يقولون من كونها السلطة الشرعية التي يحترف بها العالم أجمع وأنهم لا يمكنهم المساواة بين هذه السلطة والميليشيات الإنقلابية التي يعتبرون أنه لا يوجد لديها أساسا أي إحساس بالمسؤولية تجاه الشعب اليمني لأن هذا الإحساس لو كان متوفرا بالأساس لما حدث ما حدث وبناء على ذلك في نظر المجتمع الدولي لابد من البحث عن آليات مناسبة للتفهم مع العقول الملشاوية من أجل الوصول إلى حلول وإلا فإن محنة اليمني ستستمر وستزداد المعاناة الإنسانية وكل ذلك غير مقبول في نظرهم وما يغيب عادة هنا عن منطق بعض أطراف المجتمع الدولي هو أنهم إن كانوا غير قادرين على التعامل بجدية ومسؤولية مع السلطة الشرعية اليمنية وغير قادرين على أخذ ضمانات جدة منها لتنفيذ أي اتفاق يمكن التوصل إليه فإن هذه الأطراف الدولية غير قادرة بالمطلق على تقديم ضمانات بتنفيذ هذه الميليشيات أي مواقف أو التزامات تتضمنها الاتفاقات حتى لو كانت غالبية نصوص هذه الاتفاقات أو التفاهمات لمصلحتها فهي في النهاية في نظر المجتمع الدولي ميليشيات لا تعترف بالقوانين والمواثيق والقرارات الدولية ولا تعترف بشرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي ولا حكومته بل أنها لا تعترف حتى بشرعية مجلس النواب القائم الذي سبق لها أن أعلنت حله في إعلانها الدستوري فكيف يمكن ضمان التزامها بالتنفيذ؟ إلى موقع التغيير نتو الذي تابع موضوع لواء العمالقة وعنوان الحوثيون يرفضون الانسحاب من معسكر العمالقة وعنوان آخر تصعيد عسكري مع تعزيزات للميليشيا تمتد من الحديدة إلى تعز ويقول الموقع أن ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح صعدت من عملياتها العسكرية في محافظة تعز وشهدت جبهات القتال مواجهات عنيفة بين قوات الشرعية والجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وميليشيا الحوثي والقوات الموالي للمخلوع صالح من جهة أخرى من جهة أخرى يفيد الموقع أن أهالي تعز طالبوا الحكومة الشرعية بالانسحاب من المشاورات الحالية في دولة الكويت وجاء ذلك خلال وقفة احتجاجية تندد بالصمت الدولي إذا أما تتعرض له تعز من حصار وقتل وتنكيل من قبل الميليشيات الانقلابية واعتبر المتظاهرون أن هذه المشاورات ما هي إلا محطة لميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح لترتب فيها أوضاعها العسكرية فقط وليس حوارا حقيقيا إلى موقع الموقع والذي تابع العديد من الموضوعات وركز على المأساة التي تعيشها الصحافة اليمنية وعنوان في تقريره الخاص الإعلام اليمني انتكاس وأنهيار تحت حكم الميليشيا كما تابع موضوع آخر وعلق ميليشيا الحوثي تختطف مواطنا وهو برفقة عائلته بحرف سفيان بعمران وقالت التفاصيل أن ميليشيا الحوثي اختطفت أحد المواطنين في مدرية حرف سفيان بعمران شمال العاصمة صنعاء وأفادت مصادر مقربة أن ميليشيا الحوثي في أحد نقاط التفتيش بحرف سفيان اختطفت أحمد يحيى القصلي وهو برفقة عائلته أثناء عودته إلى منزله الكائن بمدرية شهارة بعمران دون ذكر أي أسباب لاختطافه من قبل الميليشيا وبحسب المصادر المقربة من القصلي فقد تركت الميليشيا عائلة المختطف على جانب الطريق بعد توقيف سيارته وأخذه بالقوة إلى مكان مجهول انقلابي اليمن يراوغون تحت هذا العنوان كتب زايد الزيد مقاله الذي حذر فيه من خطورة تلعب الميليشيا الحوثية بالمفاوضات والاتفاقات الدولية وقال الكاتب مجددا يواصل طرفي الانقلاب في اليمن ممثلين في جماعة الحوثي والميليشيا التابعة لها وقوات المخلوع صالح مراوغتهم عبثا بمصير المفاوضات الجارية في الكويت منذ نحو أسبوعين من خلال عدم التزامهما بوقف إطلاق النار وهذا ما نتج عنه أخيرا في تعليق المفاوضات الجارية بعد انسحاب وفد الحكومة الشرعية احتجاجا على هذه الممارسات العبثية والهمجية من دون مراعاة وضع الشعب اليمني الذي يعيش حاليا وضعا مأساويا بكل ما تحمل الكلمة من معنى وضع تسبب فيه طرف الانقلاب من خلال احتلالهما للمدن واتخاذ مقار وسكن المدنيين كدروع بشرية في عملياتهم الخارجة عن القانون والتي تنسف كل المواثيق والنظم الدولية والحقيقة أن الرؤية العامة والاطلاع من كل منصف يؤكد أن سلامة موقف الحكومة الشرعية بالتمسك بالمفاوضات الجارية لصالح الشعب اليمني وليس أدل على ذلك التمسك من خلال صبر وفد الحكومة الشرعية على البقاء في الكويت لنحو أسبوع على الرغم من عدم وفاء طرفي الانقلاب لتعاهداتهما بالحضور في الموعد المحدد قبل أن يأتي لاحقا وأمام هذه الحقائق المرة والتي تكشف بما لا يدع مجالا للشك زيفا وكذب شعارات طرفي الانقلاب في أكثر من موقع تفاوضي أصبح لزاما إيقاف سياسة المهادنة في موقع التفاوضات وإلزام هذين الطرفين بالقرارات الدولية ذات الصلة فلا يوجد عاقل يعتقد أن هناك جدية لهذه التفاوضات وفي الوقت نفسه يتمسك طرف الانقلاب بالأسلحة وميليشياتهما واحتلالهما للمدن والعبث بالسيادة الشعب اليمني وفي اعتقاد الشخصي لا تجد بارقة أمل من هذه المفاوضات من دون خضوع تام لما قرره الشعب اليمني فهو صاحب الحق الأصيل رغم السياسة التفاوضية الباردة إلى موقع الصحوة نت والذي جاء في صفحتها الرئيسية العديد من العناوين ومنها نقابة الصحفيين اليمنيين تجدد دعوتها للحوثيين بسرعة الإفراج عن 14 صحفيا مختطفا وعنونت أيضا ترتيبات يمنية فرنسية لعادة تصدير الغاز من منشأة بلحاف ومن العناوين في الموقع وقفة احتجاجية نسائية بإب للمطالبة بإطلاق المختطفين لدى الانقلابيين وأورد الموقع ما قاله بيان الوقفة والذي أكد على تحميل قيادة ميليشيات الانقلابيين وقيادة المحافظة المعينة من الميليشيا وكافة القيادة المتورطة في جرائم الخطف والتعذيب والإخفاء القصري قبل مطالعة أهم ما قالته الصحفة العربية الصادرة لهذا اليوم نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا مستمرون معكم في كشك الصحافة ونصحبكم في جولة بين أهم ما قالته الصحفة العربية الصادرة لهذا اليوم والبداية من صحيفة الرأية الكويتية والتي عنونت حول المشاورات اليمنية المفاوضات اليمنية لا دخان أبيض وتقول الصحيفة في اليوم الثالث عشر لم يخرج الدخان الأبيض للمفاوضات اليمنية في الكويت رغم استمرار اللقاءات والمشاورات التي يعقدها المبعوث الأممي مع الأطراف المشاركة وزيارة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الكويت في إطار السعي لدفع المفاوضات للمضي قدما نحو السلام خصوصا بعد تعليق الوفد الحكومي مشاركته وقال مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ودي الشيخ أحمد إن الإطار العام الذي وضعته الأمم المتحدة يبني لقواسم مشتركة ويحضر لمسار سياسي استراتيجي شامل ويؤمن للمواطنين استقرارا أمنيا وسياسيا وأضاف نحن نعمل حاليا على مناقشة هذا الإطار العام من خلال اجتماعات ثنائية مع الأطراف اليمنية حتى نحدد أولوياتهم ونبني على القواسم المشتركة إلى صحيفة القبس الكويتية والتي عنونت في موضوعها في موضوعاتها عن اليمن جهود كويتية وخليجية لإنهاء تعليق المشاورات اليمنية وتقول الصحيفة شهدت مشاورات السلام اليمنية مساع كويتية وخليجية ودولية لتقريب وجهات النظر بين أطراف اليمن وحثها على العودة إلى طاولة المفاوضات بعد أيام من تعليق الجلسات المباشرة وغير المباشرة ووفقا للصحيفة فقد تمثلت المساعي بلقاءات عديدة كان أبرزها اجتماع رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مع مبعوث الأمينة العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ود الشيخ أحمد بحضور الأمينة العام لمجلس التعاون الخليجي الذي جدد موقف دول مجلس التعاون الدعم لجهود ود الشيخ في إنجاح المشاورات اليمنية كما تنقل الصحيفة عن وزير الخارجي عبد الملك المخلافي إعلانه أن وفد الحكومة اليمنية لن ينسح من المشاورات مطالباً الأمم المتحدة وسفراء الدول الراعي للمشاورات بتوفير ضمانات ملزمة للمتمردين الحوثيين بتثبيت وقف إطلاق النار وعدم انتهاك الهدنة وعن عدم الاحتفاء بالعمال وعن مرور يومهم العالمي بصمت وتجاهل كتب حسن العديني مقاله الذي كرسه للفئة التي لا نهضة ولا تنمية إلا بأيديها وقال الكاتب في أجزاء من المقالة الذي نشرته صحيفة الخليج هل يعود نشيد العمال هل ينبثق من صمت القبور ذلك الصمت الذي يغلف أوجاع العالم خطر السؤال مع ملاحظة الإغفال التام للعمال في اليوم الذي كان عيدهم وقد قلبت الفضائيات وفتشت في الصحف دون أن أجد غير النسيان وقليلا من الاحتفاء الخجول في الماضي كانت الاستعراضات تشمل العالم وكانت أخبار العيد تتصدر وسائل الإعلام ولم يكن الاحتفال حكرا على الدول الاشتراكية فقد كان العالم الرأسمالي يمارس نوعا من النفاق ويمجد الطبقة العاملة في ذكرى مجزرة العمال بمدينة شيكاغو الأمريكية عام 1886 يا عمال العالم اتحد ولم يتحد العمال بالطبع على مستوى الأرض ولكن الحركات الاشتراكية قد عبرت فوق القوميات وكثيرا ما اتخذت طابعا أمميا بدءا من الدولية الأولى إلى الكومنفروم أو الدولية الثالثة التي أسسها لينين بعد نجاح الثورة البلشفية وقيام الاتحاد السوفيتي وحتى أممية تروتسكي الرابعة اجتازت الحدود والدول أما المحاولات الأكثر جرأة فتمت خارج القلعة السوفيتية أمام مقاومة عنيدة منها بلغت درجة التدخل العسكري لكن الرأسمالية راحت تخترع عدوا جديدا يلهي عن الصراع الطبقي ويغوي بحروب وصراعات دامية ومدمرة فاستبدلت لحية كارل ماريكس بلحية أسامة بن لادن ووضعت مكان قبعة لينين عمامة آية الله الخميني إلى صحيفة العرب الجديد والتي عنونت المخلافي للعرب الجديد طالبنا بلجنة عسكرية للتحقيق باقتحام العمالقة وجاء في التفاصيل أن وزير الخارجي اليمني ورئيس الفريق الحكومي في مشاورات الكويت عبد الملك المخلافي قال إن الفريق طالب بتشكيل لجنة عسكرية محايدة بإشراف دولي تقوم بالإطلاع على عملية اقتحام جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع صالح للواء العمالقة في محافظة عمران وأضاف المخلافي أن الفريق الحكومي تلقى وعودا من قبل المجتمع الدولي بأن يتم تشكيل تلك اللجنة معتبرين أنه اقتراح ومطلب منطقي وحول ردود أفعال جماعة الحوثيين فيما يتعلق باقتحام اللواء أشار إلى أن الحوثيين يحاولون أن يستبقوا الأمر من خلال عمل إعلامي يقولون أنه لم يحدث شيء في اللواء يشهدون لأنفسهم ونحن نريد أن يكون العالم شاهداً على الجميع وعن ما يجري في تعز وشبوة من انتهاكات لميليشي الحوثي أشار الوزير إلى ضرورة إيجاد ضمانات لوقف إطلاق النار في تعز وفك حصارها وحصار بيحان في شبوة ووقف التحشيد وأضاف أن الفريق الحكومي ظل طوال أسبوعين يقدم احتجاجات مكتوبة إلى المبعوث الأممي فيما يتعلق بهذا الأمر ولم يتم تحقيق أي تقدم الآن ومن خلال تعليق مشاركتنا نريد أن يحدث تقدم في هذا الملف كي نتمكن من العودة إلى طاولة الحوار إلى صحيفة عكادة السعودية والتي تتابع موضوع الخروقات التي تقدم عليها الميليشيا وعنوانة الصحيفة لجنة التهدئة ترصد ستا وثلاثين خرقا أعلنت لجنة التهدئة ارتكاب ميليشيات الانقلاب عن ستا وثمانين خرقا خلال الأربع عشرين الساعة الماضية في ست محافظات نالت تعز النصيب الأكبر من الاعتداءات وأسفرت عن سقوط ست مدنيين ستة مدنيين وجرح تسعة عشر آخرين وفاد التقرير أن الميليشيا الانقلابية ارتكبت في تعز حوالي أربعة وثلاثين خرقا استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والصواريخ واستهدفت حي الحرمين في الضباب وتبت الجزارين ومبنى الإذاعة في حي تعبات وقلعة القاهرة ومديريات الوازعية وذباب وكرش غرب جنوب المدينة ما أسفر عن مقتل مدنيين وإصابة تسعة عشر آخرين وأوضح التقرير أن اللجنة رصدت ثمانية عشر خرقا في محافظة الجوف إذ قصفت الميليشيا بالدبابات والقدائف مناطق بيت الدكتور وبير الهيب ونقطة الزلاق ووادي العقبة وخط العقبة القديم وموقع صبرين وجوار المجمع الحكومي والمتون والأخوار وغيرها من المناطق إلى صحيفة البيانة الإماراتية والتي تابعت موضوع تحرير حظر موت من القاعدة وعنوانات المدينة تجسد شراكة المجتمع في التخلص من الإرهاب فعليات مكثفة تواكب تطبيع الحياة بعد التحرير وتقول الصحيفة ما إن حررت قوات الشرعية والتحالف العربي مدينة المكلة من سيطرة تنظيم القاعدة الإرهابي حتى باتت الحياة تعود إلى طبيعتها المدنية سريعا عبر فعليات ونشاطات ثقافية واجتماعية وخدمية وصلت تعاون مثالي بين السلطات المحلية والأهالي في سبيل إعادة تطبيع الحياة في المدينة وتضيف الصحيفة أنه رغم سيطرة تنظيم القاعدة لأكثر من عام على المكلة إلا أنها بقيت غريبة عن ثقافة سكان محافظة حضر موت ولم تتحول إلى تنظيم دي طابع محلي رغم ابتدائها مجالس عديدة لإدارة المدينة وهذا ما يفسر سرعة اندماج الناس بالنشاطات المدنية التي بدأت مع عودة الشرعية إلى المكلة ومن عنوين الصحيفة أيضا وقفة نسائية للمطالبة بإطلاق المختطفين في إب وعنوان آخر ترتيبات لعادة تشغيل منشأة بلحافة عودة سايكس بيكو بعد مئة سنة ويوم تحت هذا العنوان كتب الرواء المعروف واسين الأعرج مقاله في صحيفة القدس العربي وقال القاتب لم يكن إدوار سعيد مخطئا عندما اعتبر شرق اليوم بدعة غربية محق في ذلك ما الشرق الجديد إلا استمرار للشرق الذي رسخت اتفاقيات سايكس بيكو الخطيرة الذي نشأت على إثره دول عربية تدين بالولاء للغرب لأنه أوجدها من عدم وأخرى متمردة عليه واختارت مسالك أخرى أعليت فيها راية التحرر والمقاومة ضد سرقة الأرض العربية ونهبها مثل سوريا والعراق ومصر وغيرها فوجب كسرها وتدمير لحمتها الداخلية مثل ما حدث في سوريا الطبيعية التي فصلت عنها مساحتان أساسيتان هما لبنان ولواء الإسكندرون لم يتغير الشيء الكثير اليوم حلت محل سايكس بيكو الجغرافية والأرض سايكس بيكو الطائفة والإثنية والعرقية ليكون التمزق العري أشمل وسيتواصل بتواتر وتسارع كبيرين وستنشأ الدويلات على أساس عرقي لغوي طائفي عبث بمصائر بشر كأنهم لا يستحقون العيش المشهد التراجدي الذي نراه اليوم يتأسس داخل الجحيم والحسابات الدولية لا يخرج عن المسار التمزيقي الذي شرع فيه منذ أكثر من قرن وربما أكثر خطرا وتجدرا فما كان يقبل قديما كدولة اختزل في الأثنية أو الطائفية وبعدها بفترة قليلة سيتم اختزاله أكثر في القبيلة أوضاع اليوم تعيدنا بالضرورة إلى مأساة الماضي القاسية المشكل الدائم هو أن المسؤول العربي غير معني بالمأساة التي تكبر عند رجلي حتى تحرقه ومؤمن حتى الموت بأن ما حدث لجاره لن يمسه فهو مهيكل ومنظم بشكل قوي وحمايته لمصالح الغرب الجشع ستجعله في منأ عن القلاقل وكل سقوط محتمل وهو يعرف ولا يرى أن صدام مبارك زين العبدين القذافي صالح كانوا التلاميذ الأوفياء للطاحونة الغربية البراغماتية التي تضع المصلحة فوق كل شيء قبل أن تأخذهم العاصفة في دوامتها مثل ما عصفت بآخرين الخيبات المتتالية هي التي صنعت يأس الشعوب العربية التي سدت في وجهها كل سبل التطور فأصيبت بعدوى حكامها شعب بلا ذاكرة تواصلية إلا ما صنعته السلالات له لا تأثير له في ركضه اليومي على معاشه اليومي في ممارسة تفقيرية ستهدم ما بقي واقفا مجموعة من رسوم الكركاتير نختم بها حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة نترككم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر